وللمزيد من الشرح حول مؤتمر القانون الكنسي وقصة بداياته استضاف برنامج عين على المشرق الذي قدمه الأب نبيل حداد على فضائية نورسات الأب الدكتور أكثم حجزين رئيس محكمة البداية للكنيسة اللاتينية في الأردن للحديث عن هذه الفعالية الكبيرة التي شارك بها العشرات من القضاة والمحامين في البلاد العربية بالإضافة إلى خبراء قانونيين من الباتيكان كونوا معنا شكرا على وقتك والأدخل وسط هذا الاجدحام نصر نحن اللي حابين نسمع ونستفيد من خبرتك في هذا المؤتمر اللي يعتبر علامة فارقة فما هو إيش هو المؤتمر يا أبونا أول شمال جديد بجد شكري ومحبت ليلك أبونا وهذا اللقاء الجميل جدا في خضم هذا الأعمال المؤتمر هذا المؤتمر هو بلش بمبادرة كنسية محلية قبل تقريبا حوالي 2012 بواقع وسبب أنه محامين اللي بدافعوا أو برافعوا في المحاكم الكنسية ما عندهم أي فقاه في قانونية كنسية لا في القانون الكنسي ولا في الإجراءات ولا في كل المتطلبات القانونية فارتقينا وكانت المبادرة من القدس من أبونا إيميل صليطة أن يكون هناك ورشة عمل مؤتمر محلي اقتصر في البداية على محامي الضف الغربي والقدس والجليد وكان أول لقاء في أريحة سنة 2012 واللقاء الثاني كان في رامالله واللقاء الثالث رجعنا على أريحة وبنفس الوقت كانت في مبادرة جديدة يعني توسيع هذا دعوة محامين أردنية للمشاركة وتم تقديم الفيز لإلهم ولكن للأسف دورة الاحتلال هي احتلال أعطت مواعيد الفيزا ما بعد المؤتمر الموعد لدى السفارة ما بعد المؤتمر لم يحضر إلا شخص واحد يحمل هوية فلسطينية وأيضا حضر شخص من لبنان الأباتي المرحوم الله يرحمه مارو النصر اللي كان بيحمل جواز سفار أجنبي على أثر هذه النقطة وإرادة أنه كمان نوسع هذا العمل الأبرشي على كمان محامي الأردن فانتقلنا إلى الأردن وبنفس الوقت كانت الفكرة بالأساس كمان هي من المحاكم المبادرة بأبونا أميل سليطة ولكن كان في لجنة أساسات لجنة من الروم الكاتوليك من الموارني من اللاتين اللي تعمل على هذه المبادرة وين العلاقة ما بين دور المحكمة الكنسية التي تعالج المشاكل يعني زوجين علاقتهم ممتازة في بيت أسري راكز هادئ مستقر بيجوش على المحكمة الكنسية السؤال أين غاية المحكمة الكنسية في خدمة الخير خير الزوجية خير البيت الزوجي إيش بيكون محيار المحكمة في الحفاظ على هذا البيت وأنت رئيس محكمة أكيد زي المستشفيات الإنسان السليم ما بيروح على المستشفى الإنسان المريض بيروح على المستشفى الإنسان المتعلم بيروح على المستشفى الإنسان اللي بيحاول يفحص ذاته بيروح على المستشفى المحكمة الكنسية هي مساعدة هؤلاء الأشخاص اللي في أزمة بحياتهم الزوجية في علاقتهم الزوجية ولكن من فترة بلشنا وأيضاً المجال هذا كان موجود من قبل ولكن مش مرتبط في المحكمة الكنسية بصورة مباشرة أنه في عنا مكتب رعويات الزواج والعائلة يعني قبل ما الزوجين يصلوا عند المحكمة بيمروا خلال الكهن الرعية وهذا المكتب اللي بيحاول يساعدهم على المصالحة أو اكتشافوا الخلل بحياتهم إذا كان الخلل في العلاقة الشخصية أو في أزمة مادية أو في أزمة ثقة بناتهم بيحاول يصلحهم هنا دور مكتب العائلة والكاهن والخبير النفسي والأشخاص اللي موجودين معهم بالمكتب إذا لم يجد حلول وهناك خلل في الزواج نفسه ساعتها بتوجهه للمحكمة المحكمة تنظر في قانونية الزواج اللي تم بناتهم هل هو الزواج صحيح من الأصل أم غير صحيح من الأصل لأن المسيح حكى لما سألوه هل يحق للرجل كما أمر موسى أن تعطى كتاب طلاق وتطلق فالمسيح حكى لقصاوة قلوبكم سمح لكم موسى سرح لكم موسى الطلاق ولكن لنعود إلى البدء منذ البدء خلقهم الله ذكرا وأنثى لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم إمرأته فيصير الأثنان جسدا واحدا وأنهى في هذه الجملة الرائعة ما جمعه الله لا يفرق الإنسان والمحكمة الكنسية هي بشر شكرا شكرا